بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد أحباب سنقوم الآن بحل التقويم التجميعي الثاني التقويم التجميعي الثاني سكر المايك يا بنايك التقويم التجميعي الثاني سنطبقه فيه استراتيجية أعواد المسلجات استراتيجية أعواد المسلجات سنطبقها اليوم لأول مرة في هذا التقويم أرجو أن يكون الجلوس عاديين كلا محترمين يا عيسى كلا ومهزبين شاني يبقى شكل حلو كلا وإحنا بنصور ونكون هديين ومنتبهين مع المعلم برجاء الجلوس بهدوء أقرأ النشيدو وأجيب أنا سأريكم عواد المسلجات هذه هي عواد المسلجات عواد المسلجات أمامكم هذه كل واحد اسمه مكتوب هولا كل تلميذ اسمه مكتوب تمام تمام اللي لسه جاي يفتح على صفحة 82 ما تجيش ما تأخر وتقول لي صفحة كم واثنان تأخرنا كل شوي خلاص عواد المسلجات أمامكم سأختار أنا عشوائي دون أن أنظر إليها وأسأل من يأتي معي هذه هي عواد المسلجات عواد عواد المسلجات خلاص شفتوها الآن السؤال أنا أنظر إليكم وأختار أول واحد سيكون معنا هو عيسى الطالب عيسى أرأيت اسمك يا عيسى إيه طيب أكمل لي البيت الأول أفضل يا عيسى أحبه أنا أحبه أنا أحبه أحسنت أخذ واحدة وأنا أنظر إليكم هذا من؟ من هذا؟ أحبه 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 الآن أنا أحبه إليكم وأختار بطاقة عشوائية أحبه من هذا؟ أنا أنا أقل أحبه أحبه أكمل لي البيت الثالث يا أحبه أحبه وأحبه أحبه صاحبي يظل دوما جانبي دوما يظل دوما دوما جانبي بارك الله في الآن وانا انظر اليكم اختار واحد عشوائي من هذا انا تفضل يا عبد الرحمن نبقى معا في حبنا في نبقى معا في حبنا في في البيت والملاعبي في البيت والملاعبي هكذا الكلمات الناقصة احب داره احب دوما البيت نستمر اكتب الكلمات الناقصة في النشيد خلاص كتبناها استخرج من النص كلمة معناها ساعده الآن جاءت دورة على من هذا؟ من هذا؟ عبد العزيز عبد العزيز أين عبد العزيز؟ عبد العزيز نعم أنت الآن عود المسلجات جاء عليك أكمل كلمة معناها أساعده من النشيد ما الكلمة التي معناها أساعده في النشيد؟ معنا كلمة أساعده؟ موجودة في النشيد؟ أعينه 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 أحسن كلمة أعينه بمعنى أساعده أعينه كلمة تحوي حرفا مشددا من الذي جاء عليه الضور هنا؟ أنا منصور أفضل يا منصور كلمة تحوي حرفا مشددا من النشيد كلمة تحوي حرفا مشددا أحب 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 أحبنا 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 أيضا كما قلت أنت أحب أحبنا أحبنا لا هذه الكلمات المشددة منها طيب الذي سأختار الآن وأنا أنظر إليكم من هذا؟ محمد صلاح العوفي هو يتحدث من هذا؟ محمد العوفي أفضل يا محمد جامع كلمة ملعب جامع كلمة ملعب ملاعب ملاعب آه وهي توجد في النشيد بكلمة الملاعب ملاعب بارك الله فيك الملاعب يبقى كلمة معناها أساعده أعينه كلمة تحوي حرفا مشددا أحب أحبنا جامع كلمة الملعب الملاعب أولونوا حبات نصغر شوية حتى نراها أولونوا حبات العنب التي تحمل الحرف المشدد باللون الأسفل أنا سأختار عشوائي ونرى من معنا هذا من هذا هو يتكلم أنا خالد القرعاوي خالد القرعاوي نريد أن نلول الكلمة التي تحوي حرف مشدد باللون الأسفل ما الكلمة التي تحوي حرف مشدد وأنا سألولها لك باللون الأسفل كلمة مشددة أه كلمة كان حرف نعم أمي 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 وماذا أيضا أمي 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 نعم أفضل يا خالد تكسر تكسر أمي 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 الصديق الصديق هذه الكلمات التي تحوي طيب أنا اختار واحد تالي تفكر يا خالد تفكر يا خالد أمير هنا أمير أمير اسمك جاء حبات العنب التي تحمل كلمات كلمات ولو أنا تلوين ضم ضم آه فيها ضمطي خالد خالد وأيضا بقيت كلمة بطار بطار بارك الله فيك بارك الله فيك أمير الآن ولو الحبات العنب التي تحمل كلمات تبدأ بحرف قمري باللون الأحمر من هذا الذي سنختاره الآن أنا من عبد الله عبد الله لو الكلمات التي تبدأ بحرف قمر يعني القمرية عبد الله ما الكلمة التي تبدأ بالقمرية التي عليها سكون يا عبد الله قطبان القطبان القطبان بقيت كلمة الحريق مارك الله فيك عبد الله أحسن كان عندي خالد بقية كلمة أحبه لم يتم تلوينها مع الكلمات المشددة وتلون باللون الأصفر هذه الكلمة المفوضة هذه تتلون باللون الأصفر هذه أحب نرجع ونستكمل بقية حل التقويم الأول آتي بمفرد الجموع الآتية بمحاكاة المثال الأول مناطق منطقة الآن من هذا الذي جاء معنا من من سعد ما مفرد أسر أسرة أسرة سألت يا سعد أسرة مفرد أسر أسرة مفرد أسر أسرة ناتي بطالب آخر من هذا نعم أسرة من الصديق بقرأ الأول اسمك اسمك أسرة أسرة نهدي مفرد أصدقاء صديق مفرد أصدقاء صديق على أخ واحد أخ الله خيرا عندي باقي كلمتين وسنختار وأنا أنظر إليكم عشوائيا من هذا من هذا أنا من من يلا يا فهد ما مفرد موقع 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 أصدقاء أيوة أنا عجبنا عليها مفرد موقع موقع جزاك الله خيرا الآن من هذا من هذا عبد المحسن مسجد عبد المحسن ما مفرد مساجد يا عبد المحسن مسجد مسجد باطل موقع حسلت يا عبد المحسن مبارك الله مفرد مساجد مسجد نكمل اتصل أريد كلمة منونة تنوين ضم نون من هذا أنا أحمد أريد كلمة اتصل بالدفاع المدني أريد أن تنونها تنوين ضم من الذي اتصل بالدفاع المدني وتقول فوازن فوازن منونة تنوين ضم فوازن بارك الله فيك هكذا تنوين الضم فوازن ضمتين ولكن تكتب هكذا في لوحة المفاتيح طيب من الذي جاء الآن من الذي جاء الآن حمد شهراني حمد شهراني سأشتري لك جديدا كلمة تنوين تنوين فتح كلمة تلتهي بتنوين فتح سأشتري لك قطارا جديدا آه قطارا هنا تنوين فتح كلمة قطارا منولة تنوين فتح اعتظر عمار كلمة تنتهي بتنوين كسر آخر واحد دامين من هذا كلمة منوّنة تنوين كسر خالد 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 هنا منوّنة تنوين كسر أحسنتم يا أبطال بارك الله فيكم إن شاء الله الآن سندخل كلمات أنا الآن كل انتهى كل الكلمات عندي كل شارك سأخذ من الأول وجديد الآن قد وضعت الأعواد المسلجات مرة أخرى أمامي هنا وأنا أنظر إليكم سأختار أيها انطبقها مرة أخرى عشوائيا ما هو بالترتيب صاحب الحظ هو الذي سيأتي من هذا أنا أحمد أحمد أريد أن تدخل ألا على كلمة هاتف وتقول لي هي شمسية أم قمرية الحاتف قمرية أم شمسية قمرية 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 إذن نكتبها في كلمات القمرية نكتبها هنا تحت القمرية أل ونضع عليها سكون حتى نبيز بأنها لام قمرية الذي سيأتي بعده أنا الآن أنظر إليكم من هذا أنا أدخل أفضل يا أركان أدخل ألا على الكلمة التالية الأرض قمرية أم شمسية قمرية أل لام قمرية الأرض قمرية بارك الله فيه الآن أنا من هذا أنا عبدالله عبدالله أدخل ألا على الكلمة السالسة أدخل عليها أل يعني تقول السيارة شمسية طيب شمسية قمرية شمسية أحسن الس السي 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 لام شمسية السي بارك الله فيه الكلمة الرابعة يا طبا من الذي سيأتي معنا هذه المرة من هذا محمد العوفي محمد الكلمة الرابعة الضي لا في كلمة قبلها قبلها طيب المدرسة المدرسة لام شمسية معرية معرية لأن الام نطقة المدرسة محمد المدرسة لازم نقول أليم مدرسة طيب نأخذ واحد وأنا أنزر إليكم الآن وأقلب و من سيكون معنا من هذا ترون الاسم من هذا عبد الرحمن أين عبد الرحمن عبد الرحمن نعم أدخل كلمة على الكلمة الخامسة ما الكلمة الخامسة ما الكلمة الخامسة ما الكلمة الخامسة يا عبد الرحمن نعم ضيف الشمسية أو قمرية الشمسية 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 الضيف شمسية لأن اللام لا تنطق والضغط من حروف اللام الشمسية أنا الآن أقلب وأنظر إليكم عشوائي من هذا أفضل يا عبد المحسن الكلمة بعد الضيف ما الكلمة التي بعدها الكلمة اللي بعدها شمس لا ما الكلمة أقول الكلمة أولا زيت لا لا الكلمة اللي بعد الضيف الكلمة اللي بعد الضيف رمل داي أدخل عليها الرمل شمسية شمسية آه بارك الله فيك عبد المحسن الآن نأخذ واحد عشوائي من هذا الرمل بارك الله فيك من هذا هيا أمير أمير يا أمير يا أمير يا أمير ما الكلمة التالية بعد الرمل ما يفعل بيك أدخل الآن على الكلمة التي تلي كلمة ترامل الكلمة اللي بعدها الكتاب الكتاب كمرية أم شمسية كمرية أحسنت الكتاب كمرية طيب الكلمة الأخيرة من الذي سيأتي معنا هذه المرة أنا عزيز عبد العزيز أكرأ آخر كلمة الزيت بارك الله فيك الزيت كلمة شمسية كمرية عبد العزيز طبعا هي الزيت الشمسية لأن اللام لا تنطق قررت المدرسة القيام برحلة مدرسية أكتب أسيلا تبدأ بأدوات الاستفاهم أين متى كم من وأضع علامة استفاهم في نهاية السؤال لأسأل عن مكان الرحلة من هذا سعد اسأل عن مكان الرحلة يا سعد ماذا تقول أيوة عل صوتك يا سعد أين 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 مكان الرحلة ولا ننسى علامة الاستفاهم كفليا محمد يعوفي كفليا محمد تسأل عن زمن الرحلة تقول متى تحرك الرحلة متى تتحرك الرحلة بارك الله فيك ممتاز متى تتحرك الرحلة ومتى ستكون الرحلة ولا ننسى علامة الاستفاة هذا من أنا أستاذ عيسى أفضل يا عيسى أسأل عن المشتركين في الرحلة تريدوا أن تعرف المشتركين في الرحلة تقول يا عاوز تعرف اللي رح مين تسأل وتقول أقول أنا أنت عاوز تعرف اللي طلع الرحلة دي مين تسأل وتقول عندك أدوات استفاهم هي فوق أين متى كم من تختار إي تقول أين المشتركون في الرحلة ولا متى المشتركون في الرحلة ولا كم المشتركون في الرحلة ولا من المشتركون في الرحلة من المشتركون في الرحلة أيوة من من المشتركون في الرحلة من الذين سيشتركوا وهنا نضع علامة استفام وضضع علامة الاستفام في أنها يلانا السهل طيب آخر سؤال يطرح يقول من النصبين اللي هنا في علامة الاستفام أنا منصور أفضل يا منصور يسأل عنده رسوم الرحلة يعني فلوس الرحلة كم مبلغ الرحلة أيها كم رسوم الرحلة بارك الله فيك يا منصور كم رسوم الرحلة كم رسوم الرحلة بارك الله فيك ممتاز كلكم ممتازون ما شاء الله الآن أكتب المطلوبة أتمنى أمنية جميلة لصديقي من هذا يتمنى أمنية لصديقه أمنية جميلة لصديقه ماذا تتمنى لصديقك يا أسامة أتمنى أن ينجح أتمنى أن ينجح صديقي من صديقك يا أسامة أسامة من صديقك أسامة من صديقك فارس فارس أتمنى أن ينجح صديقي فارس أطلب بالمعلم أعرطي قصة من المكتبة من هذا أسامة من نهدي هو يتحدث نعم يا سيد أسامة من نهدي لا أحد يفتح اللي عيسو موجود فقط حتى لا مشوش يا أبطال أطلب من المعلمك يعرطي قصة من المكتبة يا أسامة أطلب من المعلم أتمنى لا ما هي أمنية ألت تطلب منه أن يعيرك قصة يعني يعطيك قصة تقراءها في البيت تقول يا معلمي أرجوك أن تأطيني قصة أيها يا معلمي يا معلمي يعني يعطيني يعني أعرني قصة أعرني قصة من المكتبة يا معلمي يعني يعطيني قصة أقراءها في البيت وأعيدها مرة الأخرى من الذي سيأتي بعد ذلك من هذا هو يتحدث أرفع صوتك أقرأ أخر سؤال يا عبدالله أدعو الله أن يحفظ جيراني أدعو الله أن يحفظ جيراني يا رب أحفظ جيراني يا رب أحفظ جيراني جزاكم الله خيرا وإلى هنا لنكون قد انتهينا من حصتنا استراتيجية أعواد المثلجات وأراتهم على الخير في الحصة التالية جيدة والسلامة من جز resonates